بعد الرياضات المختلفة اللي كنا بنشوفها في مهرجان العالمين زي التكبال وغيره وغيره من التونة منس اللي كنا بنشوفها بادل الحاجات دي كلها جذبت نوع سايح مختلف شوية أجنبي الفعليات الغنائية اللي هتقام السنة دي اللي فيها فنانين من دول عربية زي دعينة حدات قاظم الساهر سعاد ماسي وغيره كمان هتجذب نوع عربي أو نوع يعني ساح عربي مختلف المرة دي فإحنا بنستهدف وصول اتنين مليون زائر للعالمين السنة دي هل الفعليات دي لما نلاقي تاني فعليات مرة تانية رياضية الرياضات اللي هي المختلفة شوية يعني مش نفس فكرة الكورة وخلاص حتى الخماسي لقناه على البحر بيتلعب وغيره وغيره النوع ده من خلينا نقول الاختلاف والتنوع في الفعاليات هيجذب عدد كبير من السياحة هل إحنا بنتوقع يمكن مضاعفة هذا الرقم أو لأ يعني شايف الموضوع ازاي بالتأكيد مدام بتعمل مهرجان متنوع فأكيد انت بتفكر انك تضاعف عدد السياح اللي بيجوا للمدينة نكلم عن النقطة الخاصة بتاعت الرياضات تحديدا الرياضات الشاطئية بتلعب عنصر مهم جدا في الترويه السياحي وبقى بتعمل في كل شواطئ أو دول عالم السياحية طبعا بطولات وفعاليات من أول الراكت للفوليبول للكورة الخماسي متعلقة بالرياضات الشاطئية وخصوصا انها لو بتقام في الفترة بتاعة النهار اللي هي بتبقى فيها اكتيف ديس مختلفة ونشاط وحركة وخروج فوجود الرياضات الشاطئية اعتقد انه هيبقى مهمة جدا جدا على مستوى بقى السياحة احنا في مصر رغم الظروف اللي بتمر بيها المنطقة لكن في زيادة في اعداد السياحة حصلت خلال السنتين اللي فاتوا الطموحات والتحديات كبيرة جدا والرغبة في زيادة عدد السياحة كبيرة جدا لكن في حركة متنوعة بتحصل انه مهرجان زي العالمين بيهدف الى جذب شريحة من السياحة مختلفة عن مصر شوية او عن المعتادة في مصر خلال السنين اللي فاتت فبالتأكيد انه محاولة لانه احنا طول الوقت على مدار سنين طويلة في مصر كنا معتمدين على نوع معين وشكل معين من السياحة اللي بتبقى جاية لمحافظات البحر الاحمر وجنوب سيناء السياحة القادمة من اوروبا وروسيا وغيرها يعني لكن ما كناش بنبص للسياحة اللي بتستهدف السحل الشمالي عشان كده الدولة المصرية بدأت من فترة انها تنمي منطقة السحل الشمالي مدينة العالمين الجديدة هي مش مجرد مدينة السياحية بس صحيح هي في عملية تنمية وعمران وبناء مجتمع جديد وهي دي الفكرة انك لما تبني مجتمع جديد ده بيفتح افق اكتر في انك تجذب سياحة اكتر وسياحة متنوعة يعني لو بكمل على كلامك في فكرة انه حفلات النجوم والفنانين العرب هتجذب السياحة العربية الحقيقة انه فعلا احنا محتاجين انه يكون فيه اهتمام بالجزء ده وده اللي حصل في مهرجان العالمين وفنانين يا مثلا كزم السهر واحد من الناس اللي مقلين اوي في حفلاتهم في مصر في السين اللي فاتت اه صحيح كان ليه حفلة قريب لكن يعني المسافات والزمنية ما بين كل حفلة والتانية تبقى بعيدة جدا فهو ليه جمهور كبير فمطلوب دي انا حدد من الفنانات اللي لها شعبية كبيرة في مصر وفي الوطن العربي فوجودها مهم سعاد ماسي كفنانة جزائرية عالمية ولها شعبية على مستوى العالم التنوع ده كله حال التنوع طبعا موجودة ووجود اسمين كبار انا شايف انه وجود عمر دياب محمد منير كاسمين كبار دول اضافة هامة جدا جدا للمهرجان وهتفرق قوي على مستوى الحفلات السنة عمر دياب طبعا من الناس اللي كان لسه اي حفلة ليه يعني بتلاقي الناس كلها اه يعني طوابير فعلا بالتأكيد صحيح فوجود ووجود محمد منير بشعبيتهم الكبيرة جدا ده صحيح هاتبر عوض السورجاز حتى وجوده في حفلات برده 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 لما شفناه في لبنان او غيره او غيره بنشوف انه قبال رهيب عليه فبالتالي هو كمان عامل جزب كبير قوي لسائح العربي بالتأكيد لانه انا اتذكر يعني مؤخرا انه حفلات عمر دياب في لبنان عملت فرق مع السياحة هناك يعني ده بالتصرحات من الحكومة اللبنانية نفسها فمهم جدا ان احنا بنستفيد من اسم فنان كبير زي عمر دياب حفلاته بتعمل رواك سياحي جدا وهو على فكرة دايما بيعمل حفلات في المنطقة الساحل الشمالي لكن وجوده في مهرجان العالمين من عيام العجم يكنا بنشوف من العجم الحد مرينا فأجيال ده حقيق أجيال ده حقيق